في الولايات المتحدة قضى سبعة أشخاص جراء العاصفة القوية للتضرب البلاد مع حلول الميلاد وترافقت مع تساقط ثلوج وجليد من خليج المكسيك وصولا إلى منطقة البحيرات الكبرى ما أدى إلى إلغاء نحو ألفي رحلة طيران كما حرم أكثر من ربع مليون شخص من التيار الكهربائي فيما علق عشرات الآلاف المطارات في مختلف أنحاء البلاد